بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كيف سيطر الجيش الروسي على ثالث التحصينات الأسطورية في محور جنوب أفدفكا وبدأ الجيش الروسي التحرك سريعا للسيطرة على تلال الشاسوفيار وسر الحشود الروسية الضخمة في زاباروجيا وبناء خط دفاع ضخم في الجناح الشرقي للناتو تحسبا للهجوم الروسي وزلينيسكي يستنجد بأوروبا في ظل تداعي الجبهات الأمامية تفاصيل وتطورات مهمة جدا هل نقشها باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة كنت نهلت لحضراتكم تقرير نشرته نيويورك تايمز تكلم على أن تأثير نقص المساعدات للجيش الأوكراني مش هيظهر بشكل مباشر في أول شهرين ولكن هيبدأ تزيد وطرته في الشهر الثالث وده بالفعل اللي بدأ يظهر زلينيسكي قرر أنه يحاول الحصول على مساعدات إضافية بشكل عاجل من أوروبا وبيزور في الأساس ثلاث دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ولكن في موقف غريب من الصين أن الصين طلبت بوقف إمداد الأسلحة الأوكرانية عشان تروح للمفاوضات وطالب مندوب الصين الدائم في الأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا بالعودة لاتفاقيات منسك وده بيكشف عن تغير في الموقف الصين بشكل أكبر ضد الغرب وخصوصا في ظل التصعيد في ملف تايوان أما دول شرق أوروبا فبدأت التعامل مع فكرة أن روسيا هتبدأ الهجوم عليهم بمجرد الانتهاء من حربها في أوكرانيا باعتبار أن ده أمر لا مفر منه وبدأت تستعد لمواجهة غزو روسي محتمل ببناء الخنادق والمخابة الخرصانية على قطاع طوله ألف متر في الحدود الشرقية واللي بيعتبره الجزء الأكثر ضعفا من الناحية العسكرية في أجناحة الناتو وأطلقه على خط الدفاع اللي بيقوموا به خط دفاع البلطيق وهيكون مبني على فكرة مشابهة تقريبا لخط سرفقين اللي أفسد الهجوم المضاد في الصف الماضي بيشمل حواجز ومخابة وأسنان التنين كل مخبأ منهم هيكون بمساحة 37 متر مربع وهيشمل مستودعات داخلية للزخيرة وألغام مضادة للدبابات وخنادق والمعهد الملكي للخدمات المتحدة نشر معلومات مهمة عن الشروط اللي حطها الروس لتسوية سياسية للحرب في أوكرانيا ضمن تقرير بيتوقعوا فيه أن روسيا تفوس في الحرب سنة 26 وحددوها بأن أوكرانيا تتنازل عن الأراضي الموجودة تحت السيطرة الروسية حاليا بالإضافة إلى خركيف وأودسا وضمان عدم انضمامها لحلف الناتو وأن التنازل الوحيد اللي ممكن روسيا تقبل به أن المتبك من أوكرانيا ينضم للاتحاد الأوروبي وقال أن روسيا تشتغل على تحقيق الهدف ده على ثلاث مراحل أولا الضغط المستمر على طول خط الجبهة وده حاصل بالفعل بالإضافة إلى كسر تصميم داعمين أوكرانيا على إرسال المساعدات العسكرية وبعدها تنفيذ عدد من العمليات الهجومية وأن الروس بعد تنفيذ الثلاث مراحل هيكونوا قادرين على استخدام نجاحاتهم فيها للضغط على أوكرانيا لإجبرها على الرضوخ للشروط الروسية وأن دا الأفق اللي على أساسه بتتم كل عمليات التخطيط وتشكيل القوات الروسية وخطط الإنتاج الصناعي العسكري في روسيا بموجب أمر سياسي عشان يضمنوا الانتصار في 2026 ورهن التقرير نجاح روسيا في تحقيق أهدافها أو لا باستمرار أو عدم استمرار توريد المساعدات الغربية لأوكرانيا والفكرة في التقرير بتتناقت تماما مع التقرير اللي نشرته فينينشال تايمز واللي اتكلمت على أن الروس هيخلصوا في أوكرانيا في صيف 24 ويتحولوا للهجوم في الجناح الشرقي من الناتو في الخريف بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية المهمة هنبدأ منقشة التطورات الميدانية من محور أفديفكا اللي بيشهد تطورات متسارعة جدا والبداية من رسائل اللواء أزوف الثالث اللي دخل لأفديفكا بدل اللواء 116 ووصفوا اللي بيحصل في أفديفكا أنه جحيم أسوأ من بخموت وأن الروس بيدفعوا بقوات ضخمة وأنهم في وقت دخول اللواء الثالث كانوا الروس بيدفعوا بقوات ضخمة ما كانوش مستعدين لمواجهتهم بشكل سليم وأنهم بيحاربوا في ظروف كانت أصعب عليهم تخيلها وأن الأمر مش مقتصر بالنسبة لهم على مواجهة عدوه متفوق ولكن كمان أعداد ضخمة بتدخلهم من كل مكان وقالوا أنهم في بخموت في ظروف مشابهة قاموا بعمليات دفاعية ولكن ده ما كانش متاح لهم لأنهم محضروش حتى مواقع دفاعية في الواقع أفديفكا فيها تحصينات دفاعية أكبر من بخموت ولكن وقت دخولهم كان مع وقت تطويقها واقتراب سقطها واشتكوا من تأثير استهداف الجيش الروسي للخطوط الخلفية للجيش الأوكراني في غرب أفديفكا قبل وصولها للجبهات بالطيران وبالصواريخ والمتغير المؤثر اللي ما كانش موجود فيه معركة بخموت صواريخ تورنادو وتوسع الروس في استعمال قزائف فاب الانزلاقية والحدث الأبرز في معركة أفديفكا كان الهجوم الروسي على المنطقة المحصنة اللي وصفها المراسلين الروس بالأسطورية في منطقة زينت وهي منطقة في وسط الغابات وتحصينات أقيمت في قاعدة دفاع جوي سوفيتية في عمكة أفديفكا وسيطر عليها اللواء السلافي الأول في الجيش الروسي ووسكوا رفع أعلامهم ده أهميته إيه؟ في أفديفكا في عدد من المواقع المحصنة زي المتاريس اللي بتعطل تقدم الروس بشكل سريع للسيطرة على المدينة منها مثلا في الجنوب سقط موقع ياسينوفتايا وتسيركايا أخوتا وأخيرا حصن زينتس وده هيسهل تقدم الروس من الجنوب في اتجاه عمك المدينة القوات الأوكرانية اللي كانت موجودة في الموقع بعضهم استسلم وبعضهم تمكن من الخروج والانسحاب المواقع المحصنة في محاور الجنوب ما انتهتش لسه في منطقة محصنة عليها الدور اسمها شيبوراشكا وبعدها في منطقة خيمك وده احنا لسه بنتكلم في محاور الجنوب في الشمال الروس متوقين تحصينات مجمع مصانع فحم الكوك وده اوشك على السقوط رغم صعوبته التقدم الروسي في افديفكا ما كانش مكتصر على حصن زينتس ولكن تقدمه في المنطقة الصناعية في الجزء الغربي من افديفكا وفي المنطقة الشرقية من افديفكا والقوات الأوكرانية انسحبت من منطقة محاطة الترشيح في شرق افديفكا الى مواقع في عمك المدينة ولكن حتى المواقع اللي انسحبت اليها القوات الأوكرانية بتتعرض لضغط كبير هجومي من القوات الروسية وبتوشك هي كمان على السقوط والضغط الروسي في كل المحاور دفع بعض المراسلين للإدعاء بان الروس بيهجموا في افديفكا بقوة من خمسين الف مقاتل ومراسلين موقع ريبار اكدوا ان القوات الروسية سيطرت بالفعل على عدد من المباني الادارية في افديفكا وتقدموا اكتر في المناطق المحيطة بالمنطقة الصناعية اللي سيطروا عليها بالفعل وسيطروا على منطقة مهمة اسمها منطقة بريفنو وهي كمان من المناطق المحصنة المهمة والتقدمات السريعة للقوات الروسية في افديفكا ارجعها الخبراء والمراسلين العسكريين للدعم الكبير بالطيران اللي بتحظى به القوات الروسية في افديفكا بشكل ما كانش متوفر ابدا في معركة بخموت ورغم ذلك السيطرة على افديفكا لسه امامها مجموعة من الحصون زي منطقة شيبوراشكا وفينو جراديكي ومجمع مصانع فحم الكوك اللي بيعتبر الحصن الاكبر واللي بيحوي على مجموعة من الملاجئ او المواقع المحصنة اللي بتستخدم كملاجئ ولكن لو حسم الروس السيطرة على افديفكا ده هيكون سقوط لوحدة من المدن اللي اتحضرت بحيث انها تكون مدينة غير قابلة للسقوط او لسيطرة الروس عليها كان مخطط انها تتكبد خسائر ضخمة وفي مقاطعة زبروجيا في محور اوريخوف المتحدث باسم مجموعة تفاريا لخوفي اعلن ان الجيش الروسي بيحشد على مدار الايام الاخيرة قوات هائلة ومن الواضح انه بيستعد لهجوم جديد لاستعادة السيطرة على رابوتينو ووصف الحشود اللي جمعها الروس في اوريخوف انها بتفوق القوة المستخدمة من الروس حاليا في افديفكا وقال بلا شك انهم لم يذهبوا في نزهة وفي محور تشاسوفيار فالقوات الروسية استمرت في تقدمها والروس بيضغطوا في المحور ده بسرعة عشان يوصلوا لمنطقة التلال لان فارق الارتفاع ما بين المنطقة اللي موجود فيها الروس حاليا في بوكدانوفكا وايفانيفيسكي منخفض اكتر من ميت متر وعايزين يسيطروا عليها في اسرع وقت عشان يمنعوا استغلال الجيش الاوكراني لها في توسيع تمركزاته وكمان عشان هم بعد كده يستفيدوا منها في هجومهم على تشاسوفيار والمراسلين ارجعوا النجاح اللي حققوه الروس لأهم عاملين وهم عمليات الانزال اللي نفذها المظليين الروس بالاضافة للاستخدام المكسف للدرونات الرباعية في استهداف مواقع القوات الاوكرانية بما فيها استهداف مواقع التحكم في الدرونات بخلاف طبعا تأثر القوات الاوكرانية من انخفاض الدعم والامدادات المراسلين الاوكرانيين اكدوا ان القوات الروسية بتهاجم من شرق وشمال ايفاني فيسكي والهدف الواضح هو السيطرة على تلالة شاسوفيار وفاسيلوي بالفعل الروس سيطروا عليها وبينفزوا هجمات فيما بعدها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته